السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم عن خيرية الأمة الإسلامية ربنا عز وجل يحرص على أن يرفع الروح المعنوية للمسلمين فيخاطب الأمة المحمدية في كتابه العزيز قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أي أن الأمة الإسلامية هي خير الأمم وأنفعها للناس ويذكرنا ربنا أننا دوما الأمة الخاتمة التي أراد الخالق عز وجل أن تكون خير أمة لكن التساؤل هل نحن فعلا خير أمة أخرجت للناس؟ وما هي شروط الخيرية لهذه الأمة؟ ونتساءل أيضا أما زلنا في عصرنا هذا خير أمة أخرجت للناس؟ أم أن الوضعية قد تغيرت؟ الجواب أيها الأحباب الكرام أن الله سبحانه وتعالى يؤكد في غير ما آية في كتابه العزيز أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس غير أن هذه الخيرية ليست نابعة عن مجاملة ولا عن محابات وإنما علل سبب وشروط الخيرية بقوله تعالى تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد روي في سبب مزول هذه الآية أنه كان جماعة من شباب الصحابة يتحدثون عن الدين ويتحدثون عن الإسلام وعن الإيمان من بينهم كان معاد بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حديثة جماعة من خيال الصحابة كانوا يتحدثون عن نعمة الإيمان ونعمة الإسلام فجاء إليهم رجولان من أهل الكتاب من أحبار اليهود فدخلوا معهم في النقاش والحوار وتحدث هذين الرجلين من أحبار اليهود عن التوراة وعن التلمود وذكروا معجزات نبي الله موسى الكليم وذكروا كرامات بني إسرائيل ثم خلصوا إلى فكر مفادها قالوا لهم إن ديننا هو خير من دينكم وخير مما تدعوننا إليه نحن أفضل منكم وخير منكم فهؤلاء الصحابة شعروا بنوع من التأثير فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى من فوق سبع سماوات هذه الآية الكريمة قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة توضح هذه الخيرية للأمة وكرامة هذه الأمة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله يعني أن الأمم هي في تاريخ البشرية كثيرة هناك أمم للأنبياء وأمم للمرسلين من بينهم الأمة اليهودية والأمة النصرانية وفي مجمل الأمم التي مرت منذ عهد آدم عليه السلام إلى الأمة الإسلامية نحن رقم سبعين إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله تعالى وقبل أن يفوز المسلمون بهذه الرتبة وهذه المكانة لا شك أنه سبقتهم بهذا الفخر ملل وأمم أخر لعل من أبرز الأمم التي سبقت المسلمين بهذه الخيرية هي أمة بني إسرائيل فسيبنا موسى نبيهم كان يسمى بالكلم وكلم الله موسى تكليما رفع الله موسى مكلا عظيما وقال عنه رب العزة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فنبي بني إسرائيل كان رفيع المقام ثم إن بني إسرائيل أيضا ربنا كرمهم في كتابه العزيز في بادئ الأمر فقال تعالى يا بني إسرائيل أذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين بني إسرائيل فعلا في الفترة التي بعت فيها موسى عليه السلام كانوا أفضل الأمم على العالمين حتى سموا نفسهم شعب الله المختار ولكن بعد ذلك لما وقع التغيير والتبديل والتنكب لطريق الحقي ربنا عز وجل سوف يسرد كثير من المخالفات أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر وأنه كانوا يصدون عن ذكر الله فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ففقدوا هذا التفضيل وهذه الخيرية بني إسرائيل فقدوا التفضيل والخيرية منذ مجهي نبي الله عيسى سيد بن عيسى عليه السلام جاء مصححا لأخطايا والتصورات والاعتقادات التي وقع فيها اليهود فلما جاء عيسى عليه السلام صار هو ومن معه من الحواريين هم خير أمة أخرجت للناس وكان سيد بن عيسى مؤيد كما قال تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وجاء عيسى عليه السلام مصحح لبني إسرائيل في أفكارهم واعتقادتهم وطبعا سوف يمتنع اليهود عن الإيمان به وسوف يحاربونه ولهذا ربنا قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم استمر النصارى هم خير أمة أخرجت للناس إلى أن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البعتة المحمدية جاءت متممة لما قبلها من دين موسى وعيسى عليه السلام ولما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به من اليهود والنصارى سوى القليل لكن فاز الذين اتبعوه بشرف الإيمان وصار المسلمون هم خير أمة أخرجت للناس فربنا عز وجل سوف يتكلم عن التوراة والإنجيل سوف يصف هذه الأمة الإسلامية قبل أن توجد ربنا ذكر الأمة الإسلامية في التوراة والإنجيل وبشر بها بأن خير الأمم كما قال جل جلاله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراؤهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أتل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعين ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرعين أخرجته فآزره فاستغلض فاستوى على سوقه إلى آخر الآيات فربنا سوف يمدح الأمة الإسلامية في التوراة وسوف يمدحها في الإنجيل وربنا من كبير عنايته بهذه الأمة اعتبرها بأنها مشتبات هو الشباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل هو الشباكم يعني اختاركم أيها الأمة الإسلامية لتبليغ دين الله تعالى وأنكم خير أمة أخرجت للناس هو الشباكم طبعا هذه الخيرية التي خص بها الله الأمة الإسلامية لم تكن أبدا عنصورية مقيتة وإنما ربنا جعلها مشروطة بشرطين اثنين أولهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من الأمر بالمعروف وقيادة الناس إلى أعمال الخير ونهيهم وعنصرفهم عن أعمال المنكر لأن تعالى قال كنتم خير أمة أخجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لابد من هذين الصفتين لكي نصل إلى هذه الخيرية ثم أضاف تأكيدا قال وتؤمنون بالله ضرورة العناية بتحقيق الإيمان لأن الإيمان هو الوقود الروحاني للعاملين في طريق الدعوة وتحمل تكاليفها فلو قلنا مثلا كنتم خير أمة أخجت للناس وسكتنا ولم نتبعها بقوله تعالى ثامرون بالمعروف وتنهون المنكر لكن ذلك مشابها لقولنا لا تقربوا الصلاة دون أن نكمل وأنتم سكارة لا تقربوا الصلاة لابد أن نكمل وأنتم سكارة فولي للمصلين لابد أن نكمل الذين ستمساهون السؤال الذي نطلحه الآن نحن أمازلنا خير أمة أخرجت للناس هذا سؤال كبير وعريض الناس يرون واقع الأمة الإسلامية اليوم ويعدد المسلمين يزيد عن مليار وثلاثمائة مليون نسمة في الوطن العربي هناك ما يزيد عن 450 مليون مسلم وخارج العالم العربي والوطن العربي في العالم في إندونيسيا وماليزيا وإيران وتركيا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا المجموع ما يزيد عن مليار وثلاثمائة مسلم اليوم هل نحن ما زلنا خير أمة أخرجت للناس؟ لأن ربنا قال كنتم العلماء للتفسير اختلفوا في كلمة معنى كنتم وهل كان هي فعل ماضي ناقص أو تامة كلام طويل خلصته أن كان هنا ليست ناقصة بل هي تامة المعنى يعني كنتم ولا زلتم خير أمة كنتم ولا زلتم وستبقون خير أمة مثل قول الله تعالى وكان الله غفورا رحيما يعني أن الله كان ولا زلت ويبقى غفورا رحيما وكقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا يعني كان ولا يزال وسيبقى على كل شيء مقتدرا فكان هنا ليست ناقصة ولا هي فعل ماضي ناقص بل هي تامة المعنى فالله تعالى استفى من بين البشر الأمة الإسلامية وجعلها خير العباد وذلك بأن أورثنا القرآن العظيم ربنا أورثنا القرآن الكريم خالدا إلى يوم القيامة وقال في ذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهناك آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى منها قول ربنا سبحانه وتعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هذه آية تكمل المعنى الأولى وتكمل وأيضا قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم من هم الذين تفرقوا واختلفوا؟ يعني ذكر الأذين سابقة من بينها اليهودية والنصرانية وغيرها من الملل التي نسخت لأن أهلها تفرقوا واختلفوا فالله تعالى يخاطب المسلمين بهذا المعنى كنتم خير أمة أخرجت للناس سواء الذين عصروا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذين هم جاءوا من بعده أو نحن في عصرنا هذا القرن الواحد العشرين أو الذين يأتون بعدنا إلى قيام الساعة هذا خطاب شامل وأزلي بل ربنا عز وجل يزيد ويقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الوسط يعني ما بين التطرف والتصيب والوسطية والدين المعتدل فخيرية الأمة الإسلامية ترتبط بما يشيعه أبناؤها من قيم التسامح وقيم الرحمة والعدل والرعفة والإحسان وغيرها من الخصائص والسمات الأخلاقية الفاضلة ثم خيرية هذه الأمة هي أن تأخذ بأسباب النهضة وبأسباب العمران الذي ينشده الإسلام لأن القرآن العظيم يريد أن يؤسس لأمة قوية قادرة على تعمير الأرض وأمة أبناؤها يبرعون في العلوم والفنون والآذاب والمهارات لأن بهذه القيم الإنسانية الخالدة انتشر الإسلام في ربوع العالم بعدما نزل في مكة المكرمة استطاع أن يصل من طنجة إلى جاكارتا استطاع أن يقتحم تقريبا نصف الكرة الأرضية لما وجد طريقه إلى العقول والقلوب لما تقدم أهل الإسلام بعرض هذا الدين بطريقة تقبلها العقول وتستأنس بها القلوب وصارت الفتوحات الإسلامية بعد أن كان العالم في غمرات الظلم والجهل ولعلكم جميعا تعلمون أن أوروبا المتقدمة اليوم كانت في العصور القديمة كانت متخلفة حتى جاء المسلمون وحكموا من سواحد المحيطات لسي من ناحية الغرب إلى الصين شرقا وهناك ازدهرت أنواع العلوم في الطب والهندسة والكيميا وصطعت الثقافة والفنون وازدهرت الحاضرة الإسلامية وفعلا تلك الفترة كانت فيها الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لكن الله تعالى حذرنا أن يقع الخلاف والخصام والفرقة بيننا لأن ذلك سيكون سببا في تخلف المسلمين فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من هنا كان لزاما على أفراد الأمة الإسلامية أن يقدموا للبشرية الاعتقاد والتصور الصحيح بعلم ومعرفة سليمة ليكونوا الأنمودج في الخلق القويم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله هو رائدا على هذه الأمة لقد بكى كثيرا لما سمع ابن مسعود يتلع على مسامعه قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة سمعه النبي الكريم تبكى وقال حسبك كانت الدموع تترقرأ في عينيه لأنه كان يتوقع ما ستأولي إليه أحوال المسلمين وما سوف يحدثونه من بعده فنحن أيها الأحباب الكرام أكرمنا الله تعالى بهذه الأمة لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ما رأيكم وما قولكم في هذه الخيرية ما سبب الضعف الذي أصاب الأمة الإسلامية ما السبيل لعودة هذه الأمة إلى سابق مجدها وإلى سالف عزها ما رأيكم أيها الأحباب الكرام وأنتم تقرؤون التاريخ الإسلامي والتاريخ البشرية والتاريخ المعاصر ما هي الأسباب التي جعلت المسلمين الآن يكونون ضعفاء رغم أنهم عددهم كثير وخيراتهم كثيرة وكان المفروض أن يكونوا متوحدين ومتعاونين منسجنين حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس نفتح باب النقاش والحوار حول هذا الموضوع ونفتح خطوطنا الهاتفية وهي كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة